فيما يتعلق بأحمد فتحي والكلام كان كتير جداً لفترة اللي فاتت على أحمد فتحي لكن أنا هنا عايز أسأل سؤال واحد بس للناس اللي كانت بتقول الأهلي بتدخل إفساد صفقة انتقال أحمد فتحي البيرامدز ردوكوا إيه دلوقتي؟ اللاعب انتقل البيرامدز رسمياً بعقد لمدة 3 سنين تم الإعلان أول أمس بشكل رسمي أول مرحة بالليل من قبل إدارة بيرامدز والموضوع انتهى واللي عاب نتمنى له يا رب كل التوفيق في مسيرته المتوقية في الملاعب سواء مع بيرامدز أو مع منتخب الوطني أي أن كان أحمد فتحي فيه من الأيام كان نجد من كبير في النادي الأهلي هو لسه مازال على قوة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم وده أمر طبيعي جداً لكن أنا بس عايز أركز على حتة أن البعض دايماً بيحاول يقول لك إيه؟ إلحق ده الأهلي بيبسد انتقال أحمد فتحي طو الأهلي بيعمل كده ليه؟ الأهلي يعني هيقف على أحمد فتحي؟ لا طبعاً عمر ما الأهلي هيقف على أحمد فتحي ولا عمر الأهلي هيقف على غير أحمد فتحي الأهلي ما وقفش على الخطيب ما وقفش على بطريكة ما وقفش على بركات ما وقفش على عدد كبير جداً من النجوم على مدار عصور النادي الأهلي على مدار تاريخ الكورة كمان في مصر يعني دايماً الأهلي بيواصل انتصارات وبيمشي بشكل كويس جداً بيكسب بيسعب بيخسر ده طبيعي في كرة القدم يفقد بطولة يكسب أخرى هي دي كور هو ده الاحتراف دلوقتي يعني فيش أي مشكلة خالص فسواء العيب معاك أو إيش معاك الموضوع ما يفرقش كتير اللي يفرق بس يعني حاملة التشويه اللي كان بتحصل على النادي الأهلي بفترة اللي فاتت وعنا الواضح جدا إن هي كانت حاملة متعمدة من بعض الإعلاميين ومن بعض الصحفيين وكلام من ده بخصوص تشويه صورة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي أمام جمهوره والجمهور بالتحديد أصبح واعي بشكل كبير جدا يعني يقول لك إيه أنا خلاص بقى أقول اللي أنت تقوله أنا عارف الأهلي بيفكر إزاي عارف سياسة النادي الأهلي ماشية إزاي المسؤولين إيه لسوابت اللي عندهم هي بتبقى على مدار التاريخ سوابت معروفة ما تتغيرش بقى المسوابت تتمثل في إيه يا جماعة أنا عايز مثلا لعيب معين يكون موجود معين بقى تفاوض أوكي اللعب عايزي بقى موجود أهل من المساهل مش عايزي بقى موجود برضو ألف أهل من المساهل مفيش أي مشكلة خالص فالكل حاول يقول لك أصل الأهلي والأهلي عمل والأهلي سوا رد حضرتك إيه دلوقتي حتتلع تقول إيه دلوقتي أو حتنتقد الأهلي بقى في أنهي شكم أو أنهي جزء من الأجزاء يعني بعد كده إيه الجانب اللي أنت حتنتقد فيه حتدور على إيه تاني لعمر الأهلي حيفسد صفقة انت قال لاعب لنادي ولا عمر الأهلي يفكر بطريقة دي الأهلي أكبر من كده بكتير جدا لكن خلينا أقول لحضرتك وبعض الكواليس في القصة دي تحديدا وده أمر مهم كان فيه محاولات من أحد الشخصيات المرموقة الأهلوية الكبيرة جدا والمعروفة جدا لدى الجميع فيه إمكانية عودة التفاوض ما بين أحمد فتحي والنادي الأهلي بس في الحقيقة وفي الواقع وعلى فكرة دي معلومة لما أقول لحضرتك لكن في الواقع أن الأهلي قفل الكسة من ساعة ما قرر أحمد فتحي خلاص قال لهم يا جماعة أنا أش هكمل معاكم فبالتالي الأهلي احترم راكبة اللاعب بشكل ممتاز وبشكل احترافي جدا وبطريقة محترمة جدا وقال إحنا بنشكر أحمد فتحي بنا تمانونه كل التوفيق في هذه اللحظة تم إغلاق الملف تماما كان فيه محاولات أن أنت بس تحاول تفتح الملف تاني ويمكن الدنيا تمشي أو مش يمكن كان بنسبة كبيرة حتمشي تبقى للمعلومات اللي عندنا تبقى اللي احنا عرفنا لكن الأهلي كان قافل الباب تماما في الجزئية دي بالتالي احنا كمان كلنا عايزين نقفل بقى موضوع أحمد فتحي العيب حتى الآن موجود في نادي الأهلي نتمنى له كل التوفيق مع نادي الأهلي لما تبقى لي من موسم مع الفريق ونتمنى له أيضا كل التوفيق في مسيرته في نادي بيرميدز بعد انتهاء هذا الموسم بإذن الله تعالى والأهلي متكمل مشواره بشكل طبيعي من خلال قيمة اللعبين المميزة الموجودة ومن خلال إضافات اللي بإذن الله هتحصل مع فترة الانتقالات المجدرة